أرحب به عضو تكتل لبنان القوي النائب ألا عون مساء الخير أستاذ ألا وأهلا فيك بحدث اليوم يعني ما أخذنا مراسلنا بترابلوس لحتى نتحدث مع حضرتك بساء الخير حضرتك عضو تكتل لبنان القوي اللي هو طبعا تكتل رئيس الجمهورية واللي بيرأسه طبعا أو تكتل التيار الوطني اللي بيرأسه وزير الخارجية جبران بسيلي اللي اليوم يقال بحسب التظاهرات من 8 يم لليوم هو أكثر الشخصيات المستهدفة بالهتافات هل فعلا هذا عنصر كما يعني يحل الكثيرون يستفز التيار كثيرا ويضعه مربكا خليني أقول الموضوع ليس موضوع أشخاص فقط الموضوع هو أكيد هناك مشكلة كبيرة وأزمة ثقة موجودة بين الناس وبين الطبقة السياسية ولأنه التيار هو اليوم في الواجهة على صعيد السلطة في حجمه النيابي والوزاري ورئيس الجمهورية أيضا اللي هو القائد المنبسك من التيار حكما كنا في واجهة الانتقادات والتوجيه السهام من الناس لتحميلنا المسؤولية هذا بالنسبة للناس الذين ليس لهم خلفية أضيف إلى ذلك أن هناك كوأة سياسية حكما هي ضد الطيار وأكيد توجه ثهمها إليه هذا يعني هذا ما يحصل عمليا هذا لا يمنع أن هناك حكما أزمة ثقة نعم أكبر بكثير من قضية أن تختصر في فريق واحد بس عندما تقول الناس عندما تقول أن الناس اللي ليس لهم خلفية ما فيها شوية استخفاف بكثير من المتظاهرين أو اللي موجودين على الأرض اللي كلهم أبدا يمكن أكسريت الناس هم كذلك نشط أي لا 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 إسمحي ل إسمحي ل إسمحي لشوي حتى ما تحاولي لي كلامي ويفهم غلط إنهم أحترم كليا وأحترم إعادتهم وأنا أشعر أشعر أن أنا واحد منهم أنا أقول عن بعض الأحزاب السياسية يلي هادي بهال ما أنا عم ب tobashing في إليه périدمي يخفوا إنهمني مشاركيين ويقوموا بتحركات وهو دي الأحزاب السياسية هوده عندهم خلفية سياسية في علاقتهم مع الطايروات وشيرها عجنب معظم الناس الآخرين يلي هني ما عندهم خلفية بالعكس نزلين أصلاً عم بيقولوا نحنا ضد كل الأحزاب ضد كل السياسيين عم بحكي أنا عن هودة يلي هني عم بيقولوا نحنا ضد الطبق السياسي كله ونغيرها كله وكل هالشعرات اللي عم تنحمل هايدي ما عنده أجندة سياسية هايدي الناس هايدي الناس فقدت ثقة بالطبقة السياسية بدأت تغير كل شيء هايدي الناس عنده مطالب مشروعة تحت ضغط أزمة معاشية اقتصادية كبيرة تحت ضغط عملياً أداء للسلطة خلالها 30-40 سنة مغين عنده ساقة فيه وأنا شخصياً لألك صراحة أنا أشعر أنني واحد منهم بهذا الموضوع ولو أنا اليوم نائب في موقع مسئولية وأنا في فريق خليني إليك شغلة لأنه أنا شخصياً شخص من يلي حاملين لواء عملياً الركابة على أداء السلطة وهذا ما أنا أكون بيه في اللي جانبية مزيد من الشفافية أرفعت صوتي كذا مرة في مجلس النية عزيم 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 حامل كتير من الشعرات اللي حكيوها اليوم مش عم بقولها هلا لما يقولوا عم بقولها هلا فإذا أنا بحس حالي جزء منها إنما ما على أسف اليوم في هذا الجو في هذا الجو اليوم الذي هناك نقمة كبيرة على كل السياسيين اليوم لا يريد أحد التمييز بهذا الموضوع وهناك صرخة شعبية وجع شعب أنا أريد أن تسمح لي هنا أدخل على الأفر لعدة أسباب أدى إلى ما أدى إليه أعضاء التكتل عم بيركزوا على فكرة أنه في مشكلة بالبلد عمره 30 سنة والآن أنتوا عم تتحملوا هذه المسؤولية وعم بيركزوا على نقطة تانية أنه أنتوا يعني مطالبكم لا أنا أسمعتها من كتار يعني حتى مقابلات لإعضاء التكتل الوزير بسيل والآن أنت قلتوا أن مطالبكم مطالب هالناس هي مطالبكم طيب أنتوا بالسلطة على الأقل من عشر سنين لماذا لم يتغير شيء لماذا أصبحتم جزء من النظام اللي الناس قايم يضده صحيح صحيح وهذا ندفع سمن هذا لهذا الشيء لأنه نحن يعني دخلنا النظام الحالي الذي يكبل يعني يكبل أيدي كثيرين من هو صعب التغيير هو صعب إصلاحه بدليل أنه هناك كثير من العوائق بحكم النظام التوافقي ونظام وطعقضات الطائفية وغيره بيخليك أن تكوني محكومي بناس حتى لو ما أنت اخترتيهم أن يكونوا شركائك ولو عندك ما يأخذ عليهم ما فيك تشليهم لأنه يمثلون طوافهم ولهم حصنات طوافهم وإلى آخره ونحن ما عم بجرة حالنا من المسئولية أنا ما عم بقول نحن بندون مسئولية بالمطلق فيه أداء معين أكيد وفيه خيارات معينة يمكن عملت يمكن قدت إلى كمان وتقييم يمكن خاطئ ببعض المعجل والعلاقات السياسية خلت أنه عمليا نحن يعني بدل ما نقدر نغير هذا النظام صرنا بانطباع الكثيرين كأنه نحن جزء منه وهذا الانطباع اللي عم بيخلي أنه نحن عم ناكل هذا الكم من الانتقاضات أنا ما عم بقول ما فيه أخطاء حتى ما نقول أنه والله جي قول ما فيه أخطاء من أننا عم تبع المقين بس في فرق بين إذا عم تعترفوا بالأخطاء إذا عم تعترفوا بالأخطاء هيدا تقدم كبير بس النظام التوافق مش عم بعترف ما حدا ما عنده أخطاء بأداء السياسية الحدا ما عنده أخطاء بديك كمان تميزة وتعطي حق للناس هيدا منطق خليني بس محيلة مرة هالكلمة مثل ما أنا بدي أعترف لك أنه يحصل أخطاء أكيد على كل عند الجميع بدي أقول شغلة كمان لازم كمان نعترف فيها أنه لا يمكن كمان قول للناس كلهم يعني كلهم لأنه لا يجوز أن تضعي في ذات المركب أشخاص فاسدين وأشخاص غير فاسدين وليس كل النواب وليس كل الوزراء فاسدين ما أنا حق نعمم هذا الشيء ما فينا نقول كل السياسيين هيك ما فينا نقول كل السياسيين ما عندهم أخلاق وما عندهم أخلاقية في تعطيهم أو ما 비حاول أو كلم ناجح وما عم ويحاولوا يغيلو الوضع يوم النقمة الجامعة هده هيدي خليني معك يوضع للجميع هادي تساعد بي دوي خليني يخلص هالفكرة وهيدي تساعد تجهيل الفاعل هو يساعد الفاسد لأنه يريد يمغبغ المسؤولية ي kleinبق kills são وصيت فكرة ووصيت فكرة بس كلهم يعني كلهم مثل ما أنا بفهمها أو مثل ما على الأقل إذا أنا وحدة من الناس بسمع صوت الناس بفهموا بهذه الطريقة من أشخاص بقدر ما هي هذا النظام أنتوا عم بتقولوا هيدا النظام عم يمنعكم أنكم تغيروا طيب ليش ما بتغيروا النظام عم بتقول النظام أنا ما تغيروا النظام التوافقي خليني كمل خليني كمل عم تعترض على النظام التوافقي طيب في ناس في كتير خلال هاي السنتين اللي مروا مثلا كتير ناس اعترضت على مثلا خليني يكون صريحة معك على الطريقة اللي اعتبروها كتير طائفية من جانب تحديدا الوزير جبران بسيل بموضوع المحاصصة هذا الموضوع ما أقول ما فيه مأخز ممكن هذا النقاش هذا النظام نحن موجودين فيه والطريقة اللي كنا عم نتعاطى معه فيه يمكن هلأ العم بسير وهذا أهم ما يحصل اليوم وهذا اللي لازم بناء عليه أنه هذا التحرك الكبير الشعبي هو قوة دفع حمليا لإصلاح معين أو للضغط على كتير من الأفريقا يمكن كل واحد يمكن ضغط علينا بالشياء ضغط على غيرنا بالشياء تانية حتى نحرك هذا النظام الجيمي اللي بقينا من ضمنه وجمدنا وما قدرنا نغير فيه واليوم نحن هناك اعتراف ما عم بقول لا وهذا رئيس جمهورية اليوم طلع حكي وقال أنه اعترف أنه هناك عوائق أكيد وقفت بوجه في كتير من الموضيع اللي عم بحاول يعملها بحكم كمان أنه بالآخر ويمكن يحقلك شغلة النظام التوافقي مع الأسف هذا ناتج عن موضوع التواف لأنه لو ما هيك من الأفضل أفضل بكثير أن تكون هناك حكومة أكسرية ومعارضة أن تتحمل تلك الحكومة مسؤوليتها على الآخر أن لا يكون هناك تتحمل مسؤولية برنامجها مسؤولية ما تريد أن تكون به وساعتها إذا فش ليته حاسب المشكلة هلأ أنه كلنا قاعدين مع بعض ما منختار بعض إنما طوايفنا اخترتنا وقعدنا مع بعض محكمين ببعض كيف ما كانت نتيشة الانتخابات ولا نجتمع إلا بعض النقاط ونختلف على نقاط أخرى الانتجية متدنية في الحكومة لا شالناس رأي أنه الخطابات لا يسمعها زيد على هذا الشي رغم هذا النظام الصعب ليش الناس رأي رغم اللي سمعه رئيس الحكومي رغم أنه نظام سيء وما فيه انتجية أنه غير كافي أنه ما حكي أنه الكلام اللي يسمعه من رئيس الجمهوري ورئيس الحكومي غير كافي الشارع متقدم جدا على اللي يسمعه مخيب للأمال عظيم ويجب أن تتوجه الطبقة السياسية باتجاه الشارع اليوم الرئيسة المولية مد إيده قال أنا مستعد أني اجتمع بممثلين عن هذا الحراك وقال أيضا أنه هذا وفتح باب المراجعة الحكومية إنما هذا يجب أن يحصل من ضمن حوار أنه لا يكون بشكل فوضوي وأن لا يكون شيء بالمطلق يقال فيه من دون ما يكون جزء من المسار ينهي الأزمة يجب أن يكون هذا جزء من المسار ينهي الأزمة وهذا المطلوب اليوم يحصل حوار وليش لا يحصل بالآخر هذا الحراك يكون عنده محاور من قبل السلطة ما يكون يحاور فقط عبر التلفزيون الرئيس الجمهورية طرح حاله محاور من قبل السلطة على أساس بخاتمة هذا الحوار نرى كيف نضع حل تلك الأزمة ونخرج بها بما فيه موضوع الحكومة وهو وضعه على الطاولة ولم يكفل هذا الباب نهائيا شكرا جزيلا لك النائب ألاعون عضو تكتر لبنان القوي ضيفنا من بيروت شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا جزيلا لك